موسى فخليني أسأل مباشرة السؤال عمين بيتكلم لما الآية بتقول عن من يتحدث سواء موسى أو الرب من خلال هذه النبوة زي ما حضرتك قلت بالضبط يا سيس نظار النبوة دي وردت فين؟ في الكتاب المقدس فأنا أخلي الكتاب المقدس يفسر نفسه أنا مش أفسره زي ما حضرتك قلت أنه مكتوب فيه تنامي فيه تناغم ما بين العهد الأديم والعهد الجديد ولما أرى ده بتباني الصورة تماما فأنا لو بسيط أنا بقول لكل مشاهد أقول الصدق في المسيح هذه النبوة لا تنطبق إلا على شخص الرب يسوع المسيح وقد تمت بالكامل في شخص المسيح فمثلا الكلام اللي أنا بقوله لو جينا الإنجيل يحنى الأصحاح الأول في يحنى واحد آية 45 في لبس بيقوله بيقول إيه يقول في لبس وجد ناثنائيل وقال له وجدنا الذي كتب عنه موسى في النموس لما يقول كتب عنه موسى في النموس كتب إيه نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم فالنبوة كل العهد الجديد بيقول لنا إن دي لا تنطبق إلا على شخص المسيح بلاش كده لو بصينا مع بعض في نفس إنجيل يحنى مثلا وأصحاح 5 آية 45 في يحنى خمسة خمسة واربعين شوف الرب يسوع نفسه بيقوله يحنى خمسة خمسة واربعين يقول لا تظنوا أني أشكوكم إلى الآب يوجد الذي يشكوكم وهو موسى الذي عليه رجاءكم لأنكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني ده اللي بيقول كده المسيح وبني كاملوا ليه لأنه هو كتب عنه كتب عنه فين كتب عنه وقال نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم لو بصينا في يحنى 6 آية 14 في يحنى 6 آية 14 يقول كده فلما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا الآية اللي هي معجزة إشباع الجموع إن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم النبي لما يقولوا النبي الآتي إلى العالم بقال التعريف بقال التعريف بيؤكدوا إن ده اللي موسى قال عنه نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم بلاش كده لما أجل أعمال الرسل أصحاح تلاتة في أعمال الرسل تلاتة الرسول بطرس بيتكلم لو جيت أنا من آية 18 أعمال الرسل تلاتة من أول آية 18 وأما الله فما سبق وأنبأ به بأفواه جميع أنبيائه أن يتألم المسيح قد تممه هكذا ويبدأ يقول لهم توبوا وارجعوا ليوم حقطياكم لغاية لما نيجي الآية 22 فإن موسى آية 22 من أعمال تلاتة قال للأباء إن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخواتكم له تسمعون في كل ما يكلمكم به ويبدأ إقرى الفقرة كلها بقول لكل مشاهد إقرى الفقرة كلها بيعلن بكل وضوح إن هذه الكلمات تمت في شخص الرب يسوع المسيح